ستين سنة فرنسية يولد بيجار نريدها جزائريا ديقاش ديقاش الشعب الآن سيخرج سيخرج سبت الحد سيخرج سبت الحد لعلكم لعلكم ما كونش تسمعوا لعل القنوات مش تنقلكم لعل الخبران تاعكم موش ينقلو لكم سيخرج الشعب وسيرفع شعارات شعارات ضد العصابة ولكن ضد فرنسا ايضا لتدعم العصاب شوفوا تلاحظوا مثلا ان الشعب الجزائري لا يوجه مظاهرات واحتجاجات مثلا في الخارج مثلا الشعب الجزائري لا يخرج ضد ليليزي او ضد انا عارفين دور له الدعم الفرنسي او ضد مثلا منش عارفنا اي بلد ضد لما جاء الوزير الاسباني او الوزير الايطالي الاول راح تظاهر ضد الايطاليين ما تظهرش قاتل مظاهرات في الجزائر وحتى لما تكون في الخارج هي ضد العصابة في الخارج لكن بهذه الطريقة انتم ستدفعون قد تدفعون بعض الجزائري للتظاهر ضدكم لانكم تذهبون لدعم عصابة مجرمة ناهبة خائنة فاشلة رديئة اثبتت ذلك بكل الطرق قد تكون هناك مظاهرات ضد الكيدورسي او ضد ماتينيون او ضد ليليزي من الجزائريين باش يقولوا لكم توقفوا عن تدخل مع ذلك انا رأيي ان يبقى لان هذه نقشوني في بعض الاسدقاء انا رأيي يبقى هذا رأيي يبقى ان نظل في مظاهراتنا ضد العصابة وسفراتها وقنصلياتها في الداخل وفي الخاش ضد العصابة انتعنا لكن انا اخشى ما اخشاه ان توجه الجزائري يكبر ويتعاظم خاصة ان هناك ملايين من الجزائري في فرنسا ان تكون هناك مظاهرات موجهة ضد السلطات الفرنسية التي تدعم سلطة غير شرعية غير شعبية ولكنها ايضا مفسدة بشكل ليس له حدود خلونا من هذه العيون الاستعمارية اللي ركما زلتوا تشوفوا فينا بيها توقفوا توقفوا شعب جزائري لن يعود الى الحظيرة لا حظيرة عسكر فرنسا ولا حظيرة وكلاءهم عسكر العصابة لا اقول عسكر الجزائري لان عسكر الجزائري لا يفعلون هذا توقفوا وسوى بقنا احنا واختفينا فان الشعب الجزائري لن يفرط ابدا في حريته شعب جزائري حر ومصمم ان يبقى حرا شعب جزائري لن يعود ابدا رغم المناورات رغم الاكاذيب رغم المخادعات رغم كل شيء وراح نشوف جزء منها لن يعود الى الحظيرة فنصيحتي لصانع القرار الفرنسي اللي تتورط اكثر فاكثر مع هذه العصابة لان الشعب جزائري مع الايام سينظرك وسينظر اليك على انك عدو ونحن لسنا في في وقت نريد فيه مزيد من الاعداء بالعكس نحن في وقت نريد ان نقلل من الاعداء ونعاظ من الاصدقاء ومن الحلفاء وعلى الاقل من الناس العاديين عدوتنا في اليوم رهي مع العصابة ولكن بكل تأكيد ان الناس ترى ان من يدعم هذه العصابة يصبح قد يصبح عدو من حيث ان هو اللي اتخذ هذا القرار هذا ليس رأينا احنا لكن هذا ما صار تذهبون فيه انا انصح صانع القرار الفرنسي ان يراجع سلوكياته تجاه شعب جزائري ان لا يذهب هذا الاتجاه وان يفكر في علاقات دائمة ما بين شعوب شعوب البحر المتوسط ان تكون مبنية على المصالح المتبادلة وان تكون مبنية على الاحترام وعلى التقدير المتبادل وان لا يكون مبنية على الهيمنة وعلى السيطرة وعلى القمع وعلى الغزو وعلى احنا ديزان ديجان وانتما لماتر انتهى ذلك الزمن لن يعود ابدا لن يعود ابدا